السلام عليكم ورحمة الله أهلاً بالإخوة والأخوة الكرام فيديو جديد اليوم وقبل بدء في هذا الفيديو أرجو الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى آتيكم بكل جديد اعترف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في تسجيل صوتي بمقتل زعيمه التاريخي الجزائري عبد المالك دروكتال الذي أعلن في رنسا تصفيته في مطلع يونيو الجاري وعلن قيادي في التنظيم وعرف نفسه باسم أبو عبد الإله أحمد في تسجيل صوتي نقله مؤسسة أندلس الذراع الإعلامي للتنظيم الخميس عن مقتل دروكتال متوعداً بمواصلة القتال ضد القوات الفرنسية وقادة دول المنطقة وكانت فرنسا قد أكدت يوم الجمع الماضي أن قواتها تمكنت من قتل دروكتال في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إن عبد المالك دروكتال عضو اللجنة التوجيهية لتنظيم القاعدة كان يقود كل مجموعات القاعدة في شمال إفريقيا وقاطع الساحل بما في ذلك جماعات نصرة الإسلام والمسلمين إحدى الجماعات الإرهبية الرئيسية الناشطة في الساحل تحت قيادة المالي إياد أغالي الذي ينتمق إلى الطوارق ولقلت مصادر المطالعة أن هذا الزعيم للقاعدة في المغرب الذي كان يرى العديد من الجماعات في منطقة الساحل قتل الخميس في تل خندق بشامع الغرب مدينة التساليط المالية المالية بحسب تعبيرها وكانت الجماعات عدة تنشط في منطقة الساحل واتحدت في 2017 في جماعات نصرة الإسلام والمسلمين وأعلنت مباياتها لدروغدال وزعمت الولايات المتحدة أنها قدمت المعلومة الاستخبارية التي ساعدتها في ترصد دروغدال ترجمة نانسي قنقر